مجلس الشورى انطلاقا من دوره الوطني في تحقيق تطلعات المواطنين في صناعة مستقبل تشريعي أفضل انطلقت أعمال مؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية الذي يتطلع إلى تحقيق أهداف طموحة تضع المواطن البحريني محورا للتنمية والازدهار انطلاقا من البنى التشريعية الرصينة التي أسس لها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ان يكون فيه تواصل مع جميع شرائح المجتمع ومع السلطة التشريعية ومع السلطة التنفيذية والتشريعية حتى نستطيع تلمس الحاجة لمثل هذه التشريعات وأنا أعتقد اليوم أن هذا المؤتمر راح يؤسس إلى عمل تشريعي متطور إن شاء الله في المستقبل بحيث أن نحن نستطيع فعلا دائما نواصل العمل على هذا الأساس بحيث نستطيع فعلا أن نوازن ما بين حاجة المجتمع للتشريع وحاجة أيضا وقدراتنا اللي نستطيع أن نحن نوفرها لمثل هذه التشريعات خاصة التشريعات التي تتطلب نفقات واعتمادات مالية يجب أن يكون عندنا الإمكانية التفكير إما في تعديل التشريعات الحالية التي مضى عليها زمن طويل لم تعدل أو في اقتراح تشريعات جديدة تسد ثغرات في المجال التشريعي أنا أعتقد فعلا هي كما يقال عصف ذهني يعني جلسة اليوم والورش العمل اليوم وبكرة بتكون عصف ذهني للحاضرين تداول الأفكار تداول آراء تبادل الخبرات وخلاصة التجارب التشريعية والقانونية هي أبرز ما ارتكزت عليه أعمال المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من قبل ممثلي الشعب في عدد من الدول العربية والتي أكدت على ضرورة دعم الثوابت الوطنية لترسيخ قيم الديمقراطية في تطوير العمل التشريعي والرقابي تأتي همية المشاركة هذه في تبادل الخبرات ووجهة النظر والممارسات في ما بين البرلمانات العربية وكان طبعا لي شرف أني ألقي أو تقدم بورقة عمل تتناول المواءمة بين الجانب التشريعي أو المشرع وبين الأمور الخاصة بالموازنة العامة للدولة وإن شاء الله نستطيع أن نتوصل إلى تفاهمات أو حلول أو نقاط نرتكز عليها في البحرين أو خارج نطاق البحرين لازم نبقى متأكدين من أن حقوق المواطن دائما حقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية لا تؤكدها إلا مجموعة القوانين قوانين حديثة تتوافق مع الزيادة السكانية تتوافق مع الطبيعة تتوافق أيضا مع الموجة الجديدة اللي بشهدها العلم من تحديث وسائل الاتصال تتوافق أيضا مع الموجة الجديدة من بعض موجات الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية أيضا وأنا شايف أن هذا المؤتمر هو مؤتمر فريد من نوعه الشراكة المجتمعية بين مجلس الشورى وأفراد المجتمع البحريني هي من أبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها هذا المؤتمر من منطلق إشراكهم في عملية التشريع وتسليحهم بالمهارات والأدوات التشريعية الصحيحة سعيا لتحقيق التكامل في التشريعات الوطنية وتعزيزا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ترجمة نانسي قنقر